نفذت دولة مشروعات موسعة في مجال حماية الشواطئ تهدف لمواجهة الأثار السلبية للتغيرات المناخية حيث تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بمختلف المحافظات الساحلية بأطول تصل إلى 210 كم كما جال العمل في حماية أطول أخرى تصل إلى 45 كم بهدف تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية وخلال تفقده مشروعات الموارد المائية بمحافظتي الدقهلية وكفر الشيخ أعرب وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي عن رغبته في أن يكون هذا النموذج الناجح وغيره من نمازج التحول للري الحديث دافعا للعديد من المزارعين للتحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث لما يقدمه من مميزات عديدة مثل تعظيم انتاجية المحاصيل وتحسين جودتها وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه ترجمة نانسي قنقر